أقيمت فعليات اليوم الختمي لمشتوى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر الذي يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة للمزيد ينضم إلينا مباشرة من الفعاليات مراسلة تلفزيون مصري باسم أبو لانين بعد تحية باسم أطلعنا عامة لديك من أهم التفاصيل حول فعاليات اليوم الختمي لمشتوى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر تحياتي إليك من هذا المشروع الذي أخذ حيزا كبيرا من الوقت نظرا لأهميته واهتمام الدولة بقضية مسألة تمكين المرأة هذا المشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر والذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات وبينما نحن نتحدث الآن وكما يظهر في الخلفية تجري فعاليات اليوم الختام لهذا البرنامج الشامل الذي يستهدف نحو ثلاثمائة سيدة من التي يعملنا في الوظائف الحكومية والأكاديمية في الدولة المصرية والذي يأتي لتعزيز قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها في مجال القيادة هذا البرنامج الشامل الذي يأتي بالتعاون وتحت تنظيم المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة بالإضافة إلى مشاركة من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز قدرتها من خلال ثلاث مكونات رئيسية هي البرنامج الوطني للمرأة في القيادة وحصول المرأة على حقوق المواطنة وأخيراً وصول المرأة إلى الخدمة العامة والسياسات والبرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهذا تعزيز وتحقيق لأحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أسترك باسم كنت معنا من داخل مقر إقامة فعليات اليوم الختمي لمشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك